اقاف الدوري التركي واقاف النشاط الرياضي بلكرة القدم في تركيا بسبب المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده. رئيس النادي يضرب الحاكم بلاكمات فظيعة جدا جدا لحد ما وقعوا على الارض وانهال عليه ضرب. تعال نشوف التفاصيل. التفاصيل بتقول ان انبارح كان فيه ماتش بين فريق انقارا جوجو سبور وتشاكيور ريزا سبور في الدوري التركي. رئيس النادي انقارا جوجو اسمه فاروق جوجا. طبعا فاروق كوكا ده رئيس النادي انقارا جوجو سبور التركي ضرب الحاكم خليل اولمرت بالبواني والشلاليت. طبعا ليه بقى? في اسناء المباراة كان فريق انقارا سبورت ده كان متقدم في النتيجة لحد الدقيقة لحد الدقيقة الاخيرة. فالحكم ضاف سبع دقايق في وقت بدل ضايع. فالفريق التاني اتعادل في اخر دقيقة في الوقت البدل الضايع. فطبعا قرارات الحكم طوال الماتش استفزت جدا رئيس نادي انقارا جوجو وقام رايح بعد الماتش ما خلص نزل الملعب وقام زي ما حضراتكم شايفين كده لكمة على وجه حكم المباراة تؤجل الدوري التركي لا هي وقفت النشاط تماما. بعد ما واقع الارض انهال عليه بالبواني والشلاليت ويبهدله اخر بهدلة. طبعا الحادثة دي هزت الرأي العام في تركيا والرأي العام العالمي المهتم بكرة القدم عموما. كوتجة بقى طبعا غضب بعد تسجيل الفريق المنافس هدف التعادل في الدينة الاخيرة. فنزل ارض الملعب ونهال ضرب على حكم المباراة. فالاتحاد التركي قرر وقف الدوري الممتاز ووصف الاعتداء ده بالاعتداء الدنيا. طبعا المحكمة آآ ابضت على آآ فاروق كوتجة ده. واتنين اخرين كانوا مساعدين معاه. وهم دلوقتي في الحبس الاحتياطي. طبعا بيسألوه بعد الحم الحكم نقلوه المستشفى. وبدأوا يستجوبوه. قال لهم هددنا انا وطأم الحكام بان هو يقتلنا. يا رئيس نادي انقراء سبور هدد الحكم والمجموعة الحكام ان هو يقتلهم خاصة بعد الهدف اللي تسجل في مرموهم في الدينة الاخيرة. طبعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال ان احنا مش هنسمح ابدا بالعنف وندد بالموقف ده. وقال لن نسمح ابدا بحدوث اعمال عنف في الرياضة التركية. وعلى اساسه تم آآ تاني يوم تم اعلان ان نادي انقراء سبورت استقال الرئيس النادي استقال. وتقدم بالاعتذار للحكم. وللاتحاد التركي لقرأة القدم. طبعا دي حدثة كبيرة جدا. وكانت آآ مسمعة في الدنيا كلها. فبالنسبة للناس ديت هي اخدت القرار الصحيح بان هي حبسة المتعدي. لكن آآ دي رياضة في الاول وفي الاخر. منفحش ابدا تنتهي النهاية المأساوية دي. الحكم مهما كان آآ قراراته معرض انه يصيب ويخطئ. لكن ما تنزلش انت تستغل سلطتك ان هو مرشح على رئاسة بلدية انقارة كمان. فطبعا نزل آآ بكل جبروت وضرب الحكم بالصفعة اللي وقعته على الارض وكمل ضرب. فعلشان كده تم اتخاذ قرار بإيقاف الدولة التركي وحبس المتهم اللي ضرب الحكم. وهو فاروق كوكا رئيس نادي انقارة بورد. ده كان خبرنا النهاردة. بتمنى من حضراتكم لأول مرة تشوفوا قناتنا. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل. عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.